فوندات شونغ الرسام البلغ من العمر 73 عاماً صلت الضوء على لوحة النمر المرسومة منذ 40 عاماً فقد فاز فونغ بالميدالية الفضية عام 1984 في معرض الفن الوطني الأمر الذي فتح أمامه أبواب الحياة المهنية ومنذ ذلك الحين كرس نفسه لرسم النمر في حديقة جيولوجية رسمت هذه اللوحة بعنوان رياح الفجر والقمر المتبقي في عام 2000 وصورت فيها نمراً يلفه ضوء القمر في رسمي لضوء القمر المنعكس على ظهر النمر لم أستخدمي اللون الأبيض بل استخدمت المياه حيث رششت المياه التي تناثرت بصدفة شاءت أن تخلق نتيجة رائعة غير متوقعة هذه اللوحة تحمل اسم القصب في الندى الأبيض رسمت هذه اللوحة بعد أن ألهمني القصب المنتشر في الجبال وعبرت في لوحتي عن المناظر الطبيعية المتناغمة في مركز اللوحة يوجد نمران يختبئني في القصب ويمكننا أن نشعر بوجود القصب في مهب الريح رسمت بفرشات جافة قليلاً وتركت فراغات على اللوحة ما سمح لي بالابتكار في التقنية التقليدية للرسم الصيني يحب الصينيون النمر منذ العصير القديمة لأنه رمز للقوة والشجاعة في أواخر التسعينات من القرن الماضي جئت إلى حديقة النمر أمور بمدينة مودانجيان شمال شرق الصين وكانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد الهائل من النمر خاصة وأن النمر الذي يعيش في البيئة البرية يختلف تماماً عن ذلك الذي يعيش في القفص ومنذ ذلك الحين عقدت العزم بكل جد على التحلي بروح النمر كيف نتفوق على أسلافنا؟ نحن بحاجة إلى توارث العادات والتقاليد وكذلك بحاجة إلى الإبداع والابتكار المتماشي مع العصر وبعد مرات من التجارب خلقنا أسلوباً خاصاً مثل شقوق الجليد ورسمنا لوحة اليقظ بهذا الأسلوب في ذلك الوقت وصفنا بداية الإصلاح والانفتاح بنسيم الربيع حيث بدأ اقتصاد السلع يجتاح أنحاء البلاد في ثمانينيات القرن الماضي لم نرسم الأنهار الشهيرة بل ركزنا على الجداور الصغيرة في شمال شرق الصين وكانت الثلوج المتراكمة على الجبال قد بدأت في الذوبان كأنها تستيقظ من النوم لم نتابع الابتكارات عمداً بدلاً من ذلك سعينا إلى الابتكار في أسلوب الرسم والتشكيل للتعبير عن التغيرات في المناخ الاجتماعي لذا أطلقت على اللوحة اسم اليقظة